تعني أنا حبك مو ميديش نسوي يعني بنية من طالبة جامعة إلى نجمة بالسوشال ميديا لهذا الداخلية مصرين يواصلون بلها الله ألكوا واحد ابن أم أبو يقدر يتجرع عليه مرحبا في إطار درامي يلقي المسلسل كاتم العراقي واللي وصف بالجريء جدا الضوء على عناقات المال والمصالح واللي تتعارض عشان تشكل أحداث خطيرة ومثيرة ما معنى هذه القضية يريدون أن يواصلون بها للحقيقة؟ أستدع جميل فورا كانت تشتغلوها بالإعلانات تعرفتها للحاج وضعها تحسد يعني من الأعمال التي تقدر تقول قصتها مثيرة للجدد يعني تتناول موضوع العصر اللي هو حالي البلوغرات والفاشنستات القصة مأخوذة من قصة حقيقية يعني مقتبس منعدها مو مو كلها بحذافيرها أو شيء من تأليف الأستاذ أحمد هاتف واشتغلنا عن المعالجة الدرامية مع الأستاذ موفق مسعود من سوريا العمل جريء اليوم مثلاً أكو واي أشياء مثلاً الناس تشوفها من وجهة نظر بس الوجهة نظر الحقيقية ما مكشوفة للعالم قصة عشق تجمع فاشنستا مع شخصية تملك المال والسلاح والنفوذ صراع ما بين الجمال والرصاص يضع كل شيء في مهب الريح فالمن الغلبة لشخصية بث الرعب حولها أو لفاشنستا تتحكم بالرأي العام أنا بينارين يعني شلون فرحة على بريء ترى الدولة ما تحب تسوي مشاكل هو يقابو لبناء أخواذاً لسوهن علي أنا أخير كابو لبناء أظهر دم واحد هنا تابعي أنا شخصية سلوان سلوان مصور خريج أكاديمية فنون طموح يحب يشتغل بسم لها أقل فرصة جدت الفرصة عن طريق بني فاشنستا فقام يحبه مشكلة العمل مالتني يعني مو بالأفراد المجتمع يعني الناس الأشخاصة اللي أكبر من عندني وهذا اللي صعب ممكن تسيطر عليهم دوري هو الرائد الزهير المحقق اللي يحقق بقضية جريمة ختل حزة الرأي العام فهو يستكخذ المسلك الحقيقي لأنه هو الضابط الحقيقي المتربي متربي عسكرياً حتى أسرياً لأن ابن ضابط ويواجه كل هاي المشاكل بهاي القضية اللي بها ارتباطات قد تؤدي لها مشاكل كثيرة فهو يكون بوجه المدفع سامر حكمة مخرج العمل ابن الواقع مهموم دائماً بالواقع يبحث عن المشكلات اللي تركت أثر كبير بالواقع وهي وظيفة الدراما ودورها هي أن تقتنص من الواقع وتحولها إلى حكايات ودورها أن تسلط الضوء عليها وتحاول تعالجها أو تكشفها للمجتمع كم الفرق بالمقامرة بخارج العراق وداخل العراق بالخارج محسوبة أما هنا لا تعرف نهايتها ولا شوكت رأتها خش Dodger ونهايتها يوجد خرش وبرئة خارجها حياة